وفي سياق النمتص الوجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة لقانون حماية المنافسة وخلال اجتماع لمتابعة جهود جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ضبط الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية أكد مدبولي دعم الدولة لدور الجهاز الذي تتعظم أهميته خلال المرحلة الراهنة منعا لأي ممارسات سلبية تضر بالمناخ الاقتصادي كما شدد مدبولي على حرص الدولة على تحقيق هدف ضبط الأسواق أخذا في الاعتبار الأعباء التي يتحملها المواطن خلال هذه الفترة لا سيما فيما يتعلق بأسعار السلع الغذائية الأساسية والتي تمثل أولوية قصوى للمواطنين